النهاردة اه هتكلم معبار عن اكسرين ماشين. اه اكسرين ماشين طبعا الجهاز المسؤول عن والجهاز اللي اكتنا نصنع في الوقت بتحقق بنواع اكسرين ماشين الثلاثة المعروفين. اه هو الموبايل اكسرين ماشين. زي ما احنا شاهدين الموبايل اكسرين ماشين. ليه? نعم بتحرك زي ما احنا شاهدين كده. بلقدر اه الكلور على الفلوس عمل بطلت قايتنا. علشان كده سمناهم الفلوس موبايل او موبايل اكسرين ماشين. لو جيدنا بس ل الجهاز ده هو متكون من متسيعين جهاز اربع اجزاء اساسية. اه نشوفوا هنا. بلاي اول حاجة واهم حاجة في الجهاز بتاعي هي اكسرين تيوب. اكسرين تيوب دي الجزء ليهاز المسؤول فعلا عن. ودي اكتبقى طبعا حاجة بيجيب ده مهمة. لو بصيت دي اما دي اعطاها عن. لو بوبا دي او تيوب دي بتبقى زي ما احنا قولنا جلس او متل مع الجلس شلد من داخل البيت الليت. وبيبقى كلها مبطنة او شلد البيت معاني جزء بسيط اللي بيخسم منه تنسميها الويندر او الويندر او الويندر او الويندر او ده بقى فيه بعض الكاز اللي بقدر من خلالها اتحكم فيه الفتحة دي من خلال حاجة بنسميها اليت شاترز. يمكن اه لو شايفين من ده بقى فيها كده بلاقي ايه اتنين شاترز كده بتحركوا بالشكل ده. واتنين شاترز تنين بتحركوا بالشكل ده عشان انها يعملولي الفتحة اللي مينها بيحصل. وده احد اشكال اللي قولنا عليه. عاو فينا عملهم من بتاعي اللي خارج مبقاش واخد اه مساعد بها دايفيرش. معنوله بسقدام اليت شاترز ودول بتحكم فيهم بالبطل زي دي. الا اكس دي تيوب طبعا زي ما قولنا بتبقى محمية بالماتيريا واتبقى بحاجة او بحاجة بتشيرها مسؤولة عنها اللي هي نسميها التيوب ستاند. التيوب ستاند دي ممكن تاني من الايكس دي اه ماشين. شاكل التيوب ستاند دي كان هو اللي في حكوم لنوع الجهاز. وفتها الاشكال متلفة هممكن يبقى على حسن بس كانت الجهاز صغير بزاق درشيل. هو بقى احصلوا عن بعض الروبرد. احصلوا الاسمول تيبر توب. تيوب دي اتبع حاجة بقى احضرها على المكتب. لكن الهدام ده تيوب كانت تبع فرع عن بيهز كده فيها عجلة عشان الجهاز دي متحرق. والتيوب دي اللي هي بتقدر تعملي سفورت للإكس ري ماشين. اما الجزء التالي والاساسي جدا من الجهاز وهو الترانسفورمرز. ده هو مموعة الترانسفورمرز اللي بتعمل لي مموعة بتاع الجهاز. بتيبقى موجودة هنا بقصد تاك هنا من الجهاز. بينما هي اللي بتعمل لي بتاع هذا الجهاز اللي بتاكله. وبتبقى طبعا اه انواعها اوش اشكالات اللي مقدرش يخسروا منا لكن معهم فيه اي تنشن ترانسفورمرز وفيه اوتو ترانسفورمرز اه مواجدين عشان يعمل دول الادجاست ده. اعمل جزء الاخير والرابع من فهو الجزء اللي انا من خلاله بعمل مع الجهاز وده اللي انا بسميه الكنترول بنيل. الجزء اللي انا بقدر تحكم فيه في جهازة واحدة شغالة وبطفيل بعمل الكلوهوتج او الميلي امبير بالاضافة الى اه اهم حاجة منه اللي هو البطن اللي انا بعمل بيه وده بيسموه وزي ما احنا مرحزين ببقى في بيبقى مبتصل في الجهاز ده كابل او ويرد طويل بالشكل ده. وده ليه? علشان انا اماجي اعمل ببقى اش كامل الجهاز مباشرة ومختلفة او غير من ففيه اه فرصة كبيرة ده اه اكسيسف اكسيسف ده. فبنعمل كابل ده علشان اماجي الوقت اكسبوجر هكون انا بعيدة عن الجهاز وبعمل اه بالشكل ده وهنواحز من اكسبوجر بطن ده بيبقى الاول فيه اول برس خفيف كده ده بيعمل في الفيلمين وبعد كده لما بكمل بعمل انا انتقشن ليل السيركول وبالتالي جهاز اكسيس فبنعمل كده كده لما جاء عن الاسفوجر بتبعى المراحلتين المرحلة الاولى بعمل بيعمل في الفيلمين عشان اجهز كمية الالكتروز اللي هتخرج وبعد كده المرحلة بتاني الجهاز الاخير اللي بيفيني بتاني التربية ويخرج بعد كده الجهاز طبعا سايز اذا شوفنا علشان اشوف انا عمل ايه اه اه بعمل اواصل الالكتروزتي بحق المصادر الكهرباء بروبها بسطبعا من الجهاز الجهاز بالكدولة بتيبها مطولة حتى بشكل الكابل بتاعي بعد انا للجهاز بلاحظ على طول ان الكنترول بالكدولة بتاعي اصبحت اكتف بالشكل ده فيه عندي بتشمل بتاعي بتاعي وبتشمل 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 بالإضافة الى لما باجي انا نعمل اه اه او 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 انا بفتار هلات كيلو فولتش والميل امري على حسط الزقم بتاعي؟ هل الانترول الده؟ هيتاج اه كيلو فولتش حقود وميل امريت شقال؟ ولا العكس مجددا بتتفق حاجة مطروكة للكريب كرامان انو يشتارها على حسط الزقم بتاعي؟ لو جينا نشوف جهاز زي الموبايل اكس ريي الماشين ده بنسبة للرينج اوف يوز بتاعه فطبعا اللي بيحكم الرينج اوف يوز بتاعي جهاز هو الاوتبوت بتاعه عندنا جهاز زي ده الاوتبوت بتاعه اقصى هنا عندي بنسبة لكيلو بولتج تسعين كيلو بولتج والميل امبير بيوصل تقريبا لمية وخمسة وعشرين ميل امبير وده بيخليه بالنسبة لاستخدامي بالكفاءة ديان بيبقى محدود على كل يعني ممكن استغد انا على اي مكان في الدوج والكان والشيب والجود وبالنسبة للارج انامال بيبقى استخدامه على منطقة الهيد واللمس ويعني جزء كده من المس لغاية منطقة الفيت يعني لغاية الميتا كاربل او الميتا ترسل او كاربل وترسل ريجون لكن بالنسبة لمنطقة الابدومين والشيست والسباينز والبرتبري والحاجات دي فبيبقى ما بيقدرش يجيبها كويس لها منطقة محتاجة كيلو بولتش اعلى من كده فبنستخدم في الحالة دي الفيكسيت اكس ريي ماشينة الفاسيليتيز اللي بتتوفقوا بتنفعنا في الشغل وهي حاجة اللي هي الميترز الميترز ده ليه؟ لان المسافة ما بين الاكس ريتيوب وما بين الكاسيب بتاعي المفروض انه بيبقى لها رينج معين انسب حاجة بتبقى من سبعين لتسعين آآ سانتي آآ بتبقى برضو الناس عشان تديني آآ اكس ريي فيلم اوف آآ جود اكواليتي آآ زي ما قولنا علشان انا اقدر اتحكم في كويس المفروض ان احنا بنعمل حاجة اسمه للاكس ريي بيم وده بيتم باكتر من شكل منهم واهمهم اللي اللي موجودة هنا واللي بتحكم لي زي ما احنا شايفين كده آآ الفتحة بتاعة الويندو اولا بيرشار ممكن بتبقى واضحة قوي لما باجي انا اعمل عمليات الراديو بلاقي في حاجة كمان بتبقى في تيوب وهي حاجة اسمها بلاقي في لما موجودة جوا بتعمل لي آآ بتعمل لي اللي انا محتاجها على الكاسيب وبيبقى فيه السنتر وعلشان اقدر اتحكم بيها كويس والليد زي ما احنا شايفينها هي بتحكم لي المساحة بتاعتي على الكاسيب علشان اعمل حاجة اسمها يعني الجزء بس المطلوب حتى ان انا في بعض الاحيان بحتاج اقسم الكاسيب فممكن مثلا الصورة دي تبقى على النص الاولاني بنسبة للكاسيب اقدر اعملها بالشكل ده واخد تانية على نفس الكاسب يعني انا اقدر بالشكل ده ابانا استغلية الجزء ده من الكاسيب لكن الجزء التاني اقدر فيه او في تانية اصوره بالشكل ده انا خدت اتنين على نفس الاكس راي فيلم وبالتالي اوفرت الفيلم علشان اقدر اعمل منه double projections or double views